بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنت أعزائي المشاهدين أصدقاء الأوفياء المخلصين السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفكر جديد وملف جديد وأحلام وأمنيات سعيدة هنتكلم النهاردة عن ملف كثير الأهمية ملف السياحة وزي ما أنتوا عارفين إن السياحة مصدر رئيسي للدولة المصرية وجميع دول العالم بنذكركم إن برنامجنا برنامج اجتماعي خدمي سياسي هنفتح الملفات وهنسمع الصرخات وهنحاسب المقاصرين من المسؤولين وهنرجع حق المظلومين وهنطيح بالفاسدين اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي العزيز الكريم معالي النائب الدكتور عمر صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بن مجلس شرفتنا يا فندي أهلا بيك يا فندي نشرف طبعا زي بحضرتك عارف إن السياحة عليها دور كبير وسؤال وأسئلة كتيرة الشعب المصري مستني سمعها من حضرتك عاوزين نبدأ نقول مفهوم السياحة وما هي أهميتها بالنسبة لمصر وإزاي هنرجع مصر لأهدها الزهدي مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم أولا بشكر حضرتك على الاستضافة أسلام وطبعا تحياتي للسادة المشاهدين وقبل ما أبدأ كلامي بس بأعزي كل جموع الشعب المصري في وفاة معالي الفريق العصار وطبعا فنانتنا كبير رحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا طبعا وجيش المصري العظيم اللي هو السد المنيع رحمة الله عليه اللهم ملهم أهله الصبر والسلوان آمين يا رب وطبعا يعني فنانتنا كبيرة رجاء جداوي قبل أبدأ كلامي رسياتك السؤال كان في منتهى الأهمية هو مفهوم السياحة ارتبط مفهوم السياحة لدى كثير أنه السياحة هي كل ما يخص الترفيه أو الثقافة نعم أنا تذكر أن أنا نشأت في أو دخلت قطاع السياحة سنة 74 تمام وكان السياحة مقتصرة فعلا على السياحة الأسرية أو السياحة الثقافية نعم ثم تطورت الأحداث لأن وصلنا لبعد طبعا معادة السلام واسترداد سينة وأصبح هناك اتجاه عالمي نعم في أن نظرا لتطور طبعا العالم نعم اقتصاديا والتكنولوجيا نعم أصبحت السياحة شريالي الحياة بالزبط كده بالنسبة لجميع الأوطان ليست كماليات ولكن بقت أساسيات لبعض الدول لحقيقة نعم فبدأ أن الناس تتجه إلى السياحة الشاطئية لكن نرجع تاني لكلمة لسياتك فضلت وطلبتها السؤال يعني نعم هو أن السياحة هي صناعة نعم سلعية نعم خدمية نعم تصديرية نعم تبع بالداخل نعم بمعنى النهاردة وتصنف من الخارج طبعا ما هي جايالنا لكن هي بت أنا يعني بمعنى إيه أنا النهاردة على مجال الزراعة تمام أنا بنتج أو بزرع ليه عشان أنتج محاصيل زراعية تمام ليه إن أنا أكفي الاحتياج الداخلي نعم نعم ثم أصدر علشان أحصل على عملة من الخارج تمام طيب أنا الفكرة كلها فيه وبين كمال للخارج إن أنا دولة عندها اتفاق ذاتي كمان طبعا لكن النهاردة وأنا بصدر للخارج طبعا ما هيك عارف إن هناك حروب اقتصادية تمام وحروب الاقتصادية قد تصل في بعض الأحيان للتنافس في حجم آآ صادرات حضرتك نعم للعالم تمام طيب هل السياحة تستطيع إنها تساهم في المجال الزراعي أو المجال الصناعي أيوة تستطيع نعم تستطيع عن طريق أن نفس الشخص اللي حيستخدم المنتج في الخارج تمام لأ أنا حجيبه يستخدمه في الداخل تمام حصدر طماطم حصدر فكهة حيجي أكلها هنا حيدفع فيها الدولار اللي أنا كنت هصدره تمام إضافة إلى إن هو حيجي ويقيم كمان فكده عزمنا الداخل بتاعنا تمام وهيديني الدولار يبقى الدولار اللي أنا كنت هصدره علشان أحصل عليه جبته هنا تمام بدون ما أضيف عليه أي أعباء بدون تعب بدون ما أضيف عليه أي أعباء ده أنا جبته كمان وجبته كمان وجبته معه سائع عشان يشوف معالم بلدي كمان تمام كده نعم يبقى هنا سلعية نعم عشان كان بيقال قبل كده أن السياحة هي خدمية نعم لا هي سلعية نعم لأن إحنا عندنا الفندق عندنا الأتويس عندنا في بعض المتكاملة بالزبط منظومة متكاملة بالزبط نعم أهم جملة هي أنها تصديرية تمام وبالتالي طب ما عليك تفضل بانت إيه اللي أخر الفتح لوقتنا هذا إنت هكتكلم على ظروف الكورونا طبعا آه يعني إحنا اتأخرنا 13 شهر يعني لا نردش ما كنماش ممكن نفتح من قبل كده لا وبضوابط وبشروط لا أولا خلينا برضو لما نيجي نشخص حالة ناخد الحالة آه تبقى للمؤشرات الدولية إحنا مش في العزة يعني يعني من رأي حاضرتك يعني ما تأخرش قرار الفتح شوية لا بالعكس لا بالعكس خالص تمام لسبب آه النهاردة إحنا حصل إغلاق إمتى تقريبا في نص مارس تمام لما بدأت تظهر لنا بعض الأعراض وبدأ إبقى في عدوى إحنا برضك عوزين نقولها دكتور إن الإغلاق ما حصلش بكورونا بس إحنا من قبل كورونا وكان عندنا السياحة متدنية خالص عاوزين نقول يعني إحنا يعني كانت السياحة ضعيفة جدا جدا هذه معلومة مش مظبوطة كمان من قبل كورونا مظبوطة مش مظبوطة بدليل إن مؤشرات 2019 بمؤشرات بإحصائيات البنك المركزي إحنا وصلنا لأعلى معدلات حتى سبقنا 2010 اللي هي سنة الزروة والسنة الأساسي اللي إحنا بنقارن بيها اللي هي 2010 اللي هي ما قبل سورة 25 ينهاية أنا بقول بالنسبة للإمكانيات اللي عند الدولة المصرية يعتبر قليل أو على اسم مصر اللي إحنا بقول مصر أم الدنيا وأدي الدنيا دي قد تكون لكن إحنا بنكلم مقارنة بي من أول سياحة ما عرفنا صناعة السياحة إلى يومنا هذا مؤشرات المعدلات كون المعدلات دي مش لا توفي بي قدرة مصر على إنها تستوعب عدد أكتر أو إنها تجيب إرادات أكتر أكتر أنا موافق حضرتك لكن مقارنة بالأعداد بالسنوات السابقة لا 2019 حققت معدلات تعتبر الأعلى ويمكن في هذا الوقت معالي دولة رئيس الوزراء جاء مجلس النواب وأعلنها رسميا إن أعلى مؤشرات وأعلى معدلات كانت في 2019 طب يا معالي النائب إنت في احتقان شديد أول ما بين الشعب والنواب إيه سبب هذا الاحتقان هو إنه للأسف عدم إذاعة طيب ممكن نجاوب على السؤال ده في معنا تليفون نستسمح مع عليك تفضل أهلا يا عمدة تفضل سلام ورحمة الله وبركاته محمود بي إزاي حضرتك أهلا وسهلا إزاي كفاندن إزاي حضرتك إزاي كأي من بي اتفضل يا حبيبي تفضل فمس على حضرتك وعلى شات النائب أهلا وسهلا عندنا عندنا الوقت مشكلة محمود بالنسبة للإدارات القديمة ما فيش أي قرارات حاسمة فيها ولا أي اتخاذ أي قرارات فيها حاسم ويعني ما فيش أمل في حل الموضوع ده خالص والله إحنا في وجود يعني معنا يعني معالي النائب أكيد ليه رؤية في هذا الموضوع وطبعا إحنا بنضم صوتنا لصوتك وبالناشد المسؤولين معالي دولة الوزراء وبالناشد طبعا جميع المسؤولين والسادة النواب اللي هم يعتبروا بينوبوا عن الشعب وليس عن دائرة فقط كل نائب هو نائب عن الشعب فاضل يا فندم ده موضوع شائق جدا يا فندم وما فيش أي يعني أي تخاذات قرارات حاسمة بالنسبة لينا كملاك وبالنسبة يعني الشعق عندنا في مصر حوالي اثنين مليون شقة مغلقة تمام وقبل ساعدتك فالشعقة دي لو تفكت ساعدتك الدولة ما تبنيش أي إسكان تاني هي الدولة بنات تلك الكمية المقفولة تمام تمام يعني المفروض ساعدتك يعني عايزين كده قرارات عايزين يعني نائب يطلع يتكلم يقولي يا جماعة يا ملاك يا متضررين الوضع وصل لحد فين في القرار احنا بردك عاوزين نقول احنا بردك عاوزين نقول ان لازم فعلا يكون في حسم في اتخاذ القرار مع مراعاة المستأجر بردك يعني مش عاوز اقوله ان المستأجر يسيب مرة واحدة لا يبقى عندي يعني رحمة شوية يعني بدل مثلا اي نعم في اجارات متدنية جدا ولكن مش معنى ذلك ان بطبطه طرد نهائي لا يعني الدولة بتحدد اسعار جديدة تتناسب مع الحياة اللي احنا بنعشها شكرا شكرا لحظاك يا سيد ايمن وطبعا مع علي النائب هيكلمنا في النقطة دي مع علي ردي مع عليك التليفونات جاية طبعا تخصص يا فندم انا السياح تمام تمام وسيادتك زي ما اتفقنا قبل الحلقة انا معين تمام ولاست منتخبا لكن طبعا اكلم حضرتك هذا الموضوع الخاص بيه موضوع الاجارات تم بحثه تمام في لجنة تمام محلية تمام وعلى طاولة لكن للأسف شهيد جدا الوقت لم يسمح نعم لان احنا الظروف اللي مرينا بيها توقفنا كمجلس نواب نعم لكن بقول سيادتك ده واخد أولوية قصوى لدينا وهناك مقترحات عديدة وطبعا في حلقة قادمة ان شاء الله تكون سيادتك استدفت حد من لجنة التميان المحلية يكون هو رده أحسن من ردي ان شاء الله لا طبعا أكيد معليك طبعا ردك يعني طبعا مقنع وانت معليك بتقولي ان ده واخد أولوية طبعا كمان في المجلس طبعا طب معليك هو طبعا سؤال ومن السؤال الصحية ازاي نستثمرها في مصر أولا أنا سعيد من حاجة لك قلت سياحة صحية لأن هناك مقلات عاوزي ان نوضح للناس يعني ان السياحة الصحية يعني بتشمل ايه عشان برضا كي يبقى المشاهد او المستمع فاهم يعني ايه سياحة صحية تمام ازاي مصر تستفيد منها كمان يعني لفترة طويلة جدا كان هناك ما يطلق عليه السياحة الالجية نعم عدنا فترة طويلة بنقول هذا الكلام طبعا كل حاجة بتبنع العلم وعلى الدراسة تمام لما حصل ان الفكر دا يعني كنت بالصدفة قاعد في لجنة التاقة والبيئة تمام وكان هناك حوار داير ما بين وزير البيئة تمام ورئيس اللجنة فيما يخص المحميات الطبيعية تمام ان هناك مساحات شاسعة من الاراضي غير مستغلة تمام وان الوزارة فيه احوج الى موارد تمام وازاي نقدر نحصل على موارد من اراضي شاسعة تمام وغير مستغلة نتيجة الضوابط اللي الموضوع على هذه المناطق فبالصدفة قاعد فقلت هذا هناك حل نعم بطريقتين عن طريق قطع السياحة تمام فكان علامة استفهام كبيرة فقالوا ايه هو الحل تمام قلنا الحل عن طريق السياحة البيئية تمام اللي بتعتمد على في المقام الاول الحفاظ على البيئة المحيطة نعم يعني ان احنا نبني منتجع فبيعتمد على انه يبني من البيئة وفي نفس الوقت الشروط انه هو الحفاظ عليها تمام وهنا بنسميها السياحة المستدامة تمام انها بتحافظ على المقدرات او المقاومات تمام قلنا الاول العلاجية مش هينفع ان نحطها فيه تمام السياحة البيئية تمام لكن السحية فهي منقسمة لانها اعم واشمل بدليل ان وزارة اسمها وزارة الصحة تمام وليس وزارة العلاج تمام منظمة الدولية نعم منظمة السياحة العالمية نعم ليه لانها اعم واشمل اكيد طبعا وتشمل في داخلها نعم في جوعبتها نعم في جوعبتها السياحة العلاجية تمام وهي كل ما يخص المستشفيات والعيادات والادوية المخلقة السياحة الاستشفائية هو ده اللي احنا بنكلم عليه هو كل ما يخص الموارد الطبيعية اللي مصر ربنا حباها وانعم عليها بموقع فريد بمقاومات غير متاحة لدول كثيرة جدا وعيون ورمال يعني حاجات مش موجودة في اي دول من دول العالم بالذات موقع جغرافي بيدينا مناخ على طول السنة مش متوفر لدى دول كتير هذا المفضل الله لما درسنا هذا الموضوع ودرسنا دول كتير تقدمت في هذا النشاط اللي هو نشاط السياحة الاستشفائية لقينا ان مصر عندها مقاومات تستطيع انها تكون في مقدمة هذه الدول كنا قاعدين مع لجنة من وزارة الصحة لقينا ان احنا عندنا ما يزيد عن 1300 موقع منتشر على مستوى الجمهورية يصلح للسياحة الاستشفائية اللي هي جزء من ضمن السياحة الصحية طيب هل في نمط اخر داخل هذه المنظومة اللي هي السياحة الصحية؟ ايوة السياحة الميسرة طيب ما هي السياحة الميسرة؟ هي السياحة التي تتيح لكبار السن وزاوء الاحتياجات الخاصة ايضا الاستمتاع بالسياحة مع الرعاية الصحية التي تتوفر في المكان لان دول بيبقوا لهم رعاية خاصة هذا القانون تم اعداده من ثلاث سنوات في مجلس النواب تم الانتهاء منه كلجنة ومنتظرين ان شاء الله في اعرف فرصة ممكنة ينزل الجلسة العامة لصدوره بإذن الله يعني هننتظره بعد المدة ما تنتهي بتاع سيادة النواب الله اعلم يعني هل ده يعتبر يا معاينة مش تأخير من قبل الحكومة لا في اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم عشان ما نظلمش حد احنا انتهينا منه في الدورة السابقة كمنقشة مع الحكومة ومع المجتمع المدني نقشنا في وزارات عدة تقريبا معظم الوزارات وطبعا حديك عارف ان السياحة يعني كده كلام عليك انه هيتناقش في دورة ويتخذ قرار في دورة ويتوافع عليه في دورة هو ممكن نعمله في اسبوع بس حدرت تتحمل اعباء القانون بقى بعد كده يعني احنا تعودنا لما بنيجي نعمل حاجة بندرسها صح تمام وبناخد اراء الناس مزبوط تمام علشان ما بني على باطل فهو باطل أكيد ودي حاجة تخص صحة المواطن ماينفعش في صحة المواطن ان احنا ما ناخدش رأي القطاعات المختلفة تمام وخصوصا انه دول قطاعين هيتعاملوا وتعاونوا سوا اللي هو قطاع السياحة والقطاع السحي تمام الاحتقان الشديد بين السادة النواب والشعب انا مش شايف ده الحقيقة يعني ده يمكن يعني فازهان بعض الناس بس انا بشوف انه مع زميل السادة النواب وبنزل معاهم بعض الدوائر وانا كقطاع سياحة على مستوى الجمهورية بنزل في كل المحافظات السياحية اه هناك مشاكل لكن هل ان احنا لا نحلها بل بالعكس يعني انا شخصيا رحت مدن لم تطقها اه يعني اقدام اقدام اي مسؤول نظرا للظروف بعدها لكن هذه المناطق ده استطيع الدولة انها تهتم بيها ويمكن و احنا بنتكلم النهاردة يعني كنا عاوزين نقول للسادة اللي بيشاهدونا وللشعب المصري ان جميع النواب قدوا كل اللي عليهم تمام ده على لسان معالي النائب وطبعا كلنا بشر يعني كل ابن ادم خطاء فلو في خطأ اكيد يعني مش متعمد يعني الاستاذ برحمة عليك معنا تليفون الاستاذ احمد اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضبك دكتور محمود وتحياتي لعمر بي صدقي اللي منور البرنامج ربنا يخليك بنا الله يخليك رئيس انا العبد الحليم يا عمر بي كنت مع حضرتك في زيارة لمدينة الاناطر الخيرية وحضرتك مع لجنة من مجلس الشعب لجنة السياحة والطياران المدني تمام من شهر اتنو او ايش شهر اتنو تمام عندنا حضرتك لما جيت كان 35 عضو لازمت ان الاناطر ترجع مدينة سحية جميلة زي كانت وتعمل تقارير ومحدش عمل حاجة لحد النهضة ده خمس ساعة ثمال سنين الاناطر عبارة عن خرابة بمعنى كلمة طرابة الاناطر الخيرية رئيس من اهم من مناطق سياحة جميلية في مصر وحضرتك عندك علم بالموضوع ده اكبر مساحة جنين في الشرق الاوسط مفتوحة هي في مدينة الاناطر الخيرية تم استاذ النواب اللي عندكو ما توصلتوش معاهم ليه يا استاذ احمد احنا توصلنا مع كل الناس وكان الاستاذ حاكم عبد الحميد ربنا ايش فيه ويرجعوا بيته بالسلامة كانت اصل وعمل لجنة واللجنة فعلا جات وكان عمر بيه على رأسهم وانا كنت حاضر اللقاء ده يوم كامل وكان معنا المحافظ وقالوا ان هيتم تطور الاناطر وما تعملش فيها لحد دلوقتي الاناطر الخيرية رئيس ما تعملش فيها كبري من سنة تسعة وتلاتين تعارف يعني لما تبقى من اهم مدن سياحة داخلية وما فاش كبري من سنة تسعة وتلاتين من ساعة ما الملك فاروق عمل كبري اللي هو خزان الاناطر الاناطر خيرية تتمية خمسة وخمسين فدان عبارة عن مقالب زبالة كان بيجيها ما يقلش عن اتنين مليون في يوم شام النسيم النهاردة ما بيجيهاش ألف ما ليش علاقة بكورونا انا بتكلم على ما قبل كورونا كمان عشان محدش يقول ان في كورونا ومتيش كورونا كورونا دي ما ليش علاقة دي شهرين تلاتة اللي فاتوا انا بتكلم على اخطاء عشان ولازم كمان يعني هنتعايش معها يعني هي كورونا من شهرين تلاتة وهتمشي انا مش بتكلم على كورونا يا دكتور انا بتكلم على احنا لازم كمان يبقى عندنا وعي وعندنا ثقافة ازاي نتعايش مع الحالة وازاي ننهض ببلدنا ونلتزم بجميع التعليمات على ما قبل كورونا كورونا دي ظروف طرقة وجات جديدة احنا بنتكلم على ما قبل كورونا حتى زيار التعمر بيه واللجنة اللي كانت معاه كانت قبل كورونا احنا عندنا في الاناطر مركز الاناطر كله ما فيوش مستشفى له خمس سنين عندي نص مدينة الاناطر ما فيش مدينة في مصر ما تعملش فيها مشروع قومي الا الاناطر الخيرية نص مدينة الاناطر الخيرية اسمها البر الغربي اللي فيه محكمة المحكمة واللي فيه مركز الشرطة واللي فيه مركز بحس البساتين والمركز القومي اللي بحس المياه وفيها الجنايا ما فاكبر في الصحي احنا استاذ احمد طبعا حقيقة بنشكرك بنشكرك كل الشكر طبعا على المداخلة بتاعتك الجميلة المسمرة ولكن احنا هنا بس مش بنتكلم على الاناطر الخيرية احنا بنتكلم على جميع مدن ومحافظات مصر اولا انا بشكر طبعا احمد دي على المداخلة والحمد لله ان هو شاهد بنفسه نعم وكلنا شاهدين بذلك مع احنا بدون ما نجي مع حضرتك ونسمع ان في مشكلة احنا سبقنا وروحنا ايمانا بنا بان الكلام اللي احمد بيقوله ده كلام مظبوط ولا خلاف عليه يمكن هو ذكر ان احنا كنا في شهر ديسمبر ماكملناه الشهر ونص وقامت جائحة كورونا لكن اتكتب تقرير وهذا التقرير حينما يعني نصدره كلجنة بيطلع للسيد طبعا رئيس المجلس معالي الدكتور علي عبد العالق وبيطلع عليه السيد رئيس الوزر تمام طبعا احنا حطينا توصيات وعلى فاكرة دي كانت لجنة مشتركة ما بين التنمية المحلية ولجنة السياحة تمام ومن ضمن الزيارة كانت زيارة المستشفى تمام عشان اشوف فعلا الكلام ده حقيقة ولا مش حقيقة وبعد ما اشوف المستشفى يعني كان فيه مستشفى في القرية المركزية في بورج العرب في اسكندرية المستشفى دي كانت تبع مطروح من سنة ستة وتسعين لسنة الفين وستة بيتعمل فيها اكبر العمليات بعد ما انتقلت الى محافظة الاسكندرية نزلت لوحدة صحية المفوضة اني انا لوحدة ارتقي بها اني خليها ازاي مستشفى لا لما كنا عندي مستشفى كاملة متكاملة وانزل بيها لوحدة ومغلقة ومعلش المجاري طفحة فيها والشجر والحاجات دي يعني كان كلام طبعا يعني استفزني جدا روحت قابلت وكيل الوزارة ساعتها موجود هناك قلت له ازاي الكلام ده حصل قال والله احنا فعلا الكلام ده لنا استعداد فيه بس موضوع كورونا قلت المفوض موضوع كورونا ما تأجلناش يعني انا عندي الهيكل موجود كل اللي انا هعمله عليه المعدات كل اطباء وموجودين ودي حاجة هنستثمرها بدل ما يجيني المريض وقول له ده لما عنديش اماكن وارجعه يبقى ايجابي يعدي 151 من غير عربية اسحاف ما تروحه ومن غير يعني حتى دكتور ما يروح معاه علشان خاطر يوري اهله ازاي يتعامله معاه علشان نقضي على هذا المرض لا ده بيسيبه كبان يروح لوحده في المقابل احنا عندنا مستشفيات مغلقة مهمشة على ما اعتقد انه المقولة اللي بتقول مصائب قومة عند قومة فوائده انه ما حدث اذا كان اعتبرنا ان الجائحة بتاعت كورونا كانت سبب لي يعني اثار جانبية كتير نعم فانا بقول انه برضو وجهت نظر الدولة والمجلس وكل القائمين على اهمية ويمكن في الموازنة الجديدة اترصد في تاريخ مصر اعلى معدلات سواء لمجال الصحة ومجال التعليم وده كان مطلب رئيسي وكان هو ما ينص عليه الدستور فانا بقول لحضرتك ان احنا كانوا وياب مش ساكتين احنا دائما كل نائب في دايرته او في محيط دايرته بيبقى زي ما سيادتك تفضلت وقلت بالزبط على ارض الواقع بننزل ونشوف وبنكتب تقريرنا ونرفحها للسلطة التنفيذية وده مش معناها ان احنا بمجرد رفع تقرير للسلطة التنفيذية ده معناها دورنا انتهى لا لا طبع المتابعة المتابعة والرقابة وزي ما بقول لحضرتك ان احنا وانا بكلم سيادتك النهاردة نتيجة زيارات متابعة والرقابة فيها استعجال كمان للقرارات يعني مش الموضوع كده ما يتسبش مهمش لما النهاردة بنيجي نروح لمدن فيها استثمارات تصل الى المليارات وتكون نظرا لظروف ما مش هنقولهم مشت لكن يعني اتركنت شوية ويبدأ التنفيذيين في الزيارتها ده معناه ان ده يعتبر خطوة اولى على طريق النجاح في التعاون ما بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية ما بين السلطة التشريعية من الجهة الرقابية والسلطة التنفيذية النهاردة انا بكلم حضرتك وزير السياح وزير التيران في نوابع وطابة تمام لتفقد الاحوال هناك هذه المدن مدن ساحرة تستطيع انها يعني تكتسب العديد من او انها تجذب العديد من السياح سواء الاجانب والمصريين بس بردك يا معالي النائب عاوزين بردك زي ما فيه اهتمام بشرم الشيخ وبطابة ندي بردك نفس الاهتمام لجميع المدن والمحافظة طبعا انا شايف ان الاهتمام شديد او بالنسبة لشرم الشيخ والطابة اكتر من اي مدينة بالعكس طبعا يمكن حقيق قصدك شرم الشيخ والغرداء والغرداء بردك الغرداء يعني زي شرم بص يا فندم طابة مدينة اشباح بقالها سنين طويلة من 2011 طب مين مسؤول عن ذلك يا فندم ما انا بقول لي ساعتك او المسؤول الظروف اللي مرت بيها مصر في ظل الظروف اه النهاردة عندي سلعة بتباع بشكل اسرع وعندي سلعة ركدة هي الفكرة كلها هل المفروض يا فندم ان انا السلعة الركدة دي اناميها عشان تباع ولا اسيبها اقول لها ده دي سلعة ركدة ما بيجيش عليها حاجة او مش مستفيد منها بتحكم حضرتك بعض الظروف اه سواء الظروف دي سياسية اقتصادية حياتك تنساش ان هذه المدن مدن حدودية تمام اه زي النهاردة في ظل الظروف اللي هنمر بيها تمام واجاقول ان مرسى مطروح اتأثرت اكيد مصر مرسى مطروح هتتأثر متيجة الظروف اللي بتمر بيها المنطقة نعم احنا برضو مدينة طابة مرت بظروف عديدة وبالتالي المطار موجود في طابة والمطار موجود في شرم الشيق وعشان كده كان هناك لقاء مع السيد وزير التيران وقلنا انه لو فيه امكانية في ظل السنين اللي فاتت تكلمنا فيها ومع وزراء متعاقبين لو فيه امكانية لانشاء مطار فيه نوابع لانه يبقى للداخل شوية تمام فدي حاجة كويسة يعني عشان خاطر جدا يعني ربط المحافظتين ببعض فدي حاجة كويسة اكيد وهناك دراسات لمواضيع اخرى برضو ليس فقط عن طريق التيران لان ساعات التيران بيبقى مكلف فبردو هناك ربط وتم طرحه على هيئة الاستثمار وتم طرحه على معالي وزير السياحة والأسار يعني ليه ما يكونش فيه يعني اجندة بالنسبة للأسعار بتاعة الفنادق والمطاعم السياحية بالنسبة للسائح الأجنبي والسائح العربي والسائح المصري بحيث يبقى عندنا أسعار موحدة ودي هتبقى عملية فيها جذب للسائح وفيه مصداقية مين اللي يحط الأسعار الدولة الدولة المسؤولية مش حددك ماضي اتفاقية اسمعها اتفاقية الجاتس اللي بتمنع الحكومة من التدخل في تحديد الأسعار وإطلاق الأسعار لسياسة العرض والطلب يعني ما عليك اللي هي يعني ما عليك لما يكون فيه اتفاقية 98% يا فندم قبل أي حاجة بس عشان يبقى يعني هل يا فندم لما نعرف أنه فيه اتفاقية أو فيه قرار أو فيه قانون وانا هتضر منه ما ينفعش أطالب بتعديل هذا القانون يا فندم دي اتفاقية دولية اللي هي تحرير التجارة ولولا هذه الاتفاقية أن مصر تحيت فيها ما كنا تعاملنا واقتصادنا بدأ ينمو في الفترات السابقة ليه؟ لأنه نحن تعاملنا مع العالم بإطلاق حرية التجارة يعني عارض تقول لي يا فندم أن الساحة يخش الكندق من دوم أكمل بس الساحة يبقى بمية وثالي بخمس أكمل لحضرتك ساحة بألف وثالي بخمس ومية أكمل لحضرتك بعد ذلك أنه النهاردة إطلاق أولا 98% من قطاع الساحة الرقابة من حيث جودة الخدمة الرقابة من حيث تأدية الخدمة واللي هي تناسب تأدية الخدمة مع الأسعار المؤلن وعلى فكرة الأسعار تعتبر مصر من الدول رخيصة جدا في تقديم الساحة الغالية لكن لكن في أسعارها عندها رحمة لكن مصر طبعا من الدول غالية وليس رخيصة هي زيها زي أي حاجة في الدنيا سلعة في الدنيا سيادتك لما بتيجي تنزل تشتري المكسرات في رمضان هل بنفس السعر بتاعه في خلال السنة؟ طبعا لا ليه؟ سياسة العرض والطلب سياستك لما بتيجي تنزل ما هنا يا فندي سياسة العرض والطلب عاوز أقول لو أنا عندي رقابة سياستك القبل مش يخليها عرض والطلب هي بعندي انضباطات الراعي بتاع حضرتك تمام اللي بيرعي برنامج حضرتك تمام بيدفع هوا في معاد معين في خلال اليوم زي المشاهدة الأعلى ولا ده له سعر وده له سعر يا فندي أنا بكلم في معادة حضرتك في برنامج أنا بكلم في مستقبل دولة ده مستقبل الدولة يا فندي وهذه الصناعة مزدهرة والحمد لله جابت أعلى معدلات ليها ده السنة اللي فاتت في 2019 باعتراف البنك المركزي وكل المؤسسات الدولية إن مصر وصلت لأعلى معدلات طبعا ده بالنسبة لنا غير مرضي إحنا عايزين أحسن من كده أحسن من كده بإيه؟ نعمل في ذلك مش بالإمكانيات اللي موجودة يعني ده أحسن إرادات بالنسبة لإمكانيات اللي كانت موجودة في هذا الوقت وعشان كده إحنا كماجلس نواب طالبنا الحكومة بإن إحنا يابد يكون عندنا أنشطة أخرى على فكرة يا فندي على فكرة يا فندي لعدم الرقابة فنادئ كتير في الغرداء وإنك إن كنت عايش في الغرداء فترة كده يعني لا تصلح إنها حتى تستقبل أي سائح حاجة كنت في الغرداء آخر مرة إمت يعني الكلام ده من قبل الكورونا يجيب ست شهور طب ما تروح حضرتك دلوقتي وتتفرج عشان بنحكم على عرض الواقع يعني أصدك إن الغرداء يعني في ظل كورونا أفضل من غرداء قبل كورونا 100% وحضرتك يا ريت الكاميرا تروح مع حضرتك وتعمل كده جولة لطيفة أتمنى ذلك وتشوف الإجراءات الاحترازية اللي مش بيشاهدتنا إحنا بقى يبقى دي تمت إمتى يا فندي أهو الفترة اللي فاتت أنا بتكلم على من سابق إحنا كنا فيه مش فيه مثل بيقولك ما نعيطش على لبن المسكوب لا نبكي على لبن المسكوب يعني معاني النائب بقول لكم أنتوا ما تحزبوناش الفترة اللي فاتت حزبونا بعد الدورة الجاية لا يا فندي لا ده كلام يعني حدك يعني ما هواش سليم في المائية مع احترامي لسابتك لأنه مش تحزبونا الدورة الجاية النتيجة شغلنا حصل تحزم فبدل الجلد وخلينا في منبر إعلامي زي ده عشان نوصل الصورة مظبوطة للمواطن ما نبقاش بنوصل الصورة مغلوطة من منبر إعلامي محترم زي عند حد أكيد تسلم وبالتالي إحنا لما كنا بنتكلف بنشوف فيه أخطاء بنصلح الأخطاء فنيجي نقيم في إيه إذا كان برنامج حضرتك كان عنده أخطاء من ستة شهور النهاردة بقى مية في المية مش نذكر المحاسم ونهود الإيجابيات أكيد طبعا أكيد أكيد النهاردة بشهادة دول دول تمام إنه لما أجي النهاردة وكلام ده موجود على فكرة حقيقة ممكن تخش على اليوتيوب وتسمعه تمام لما تيجي الدول تنزل مطاره كان عندها تخوف من أسلوبنا في التعامل مع الإجراءات الاحترازية تمام والأجانب أظن يعني همش أي مصلحة أنهم يجذبوا لما الأجانب يتكلموا ويطلع الكلام ده فيه الصحف بتاعتهم وفيه وسائل الإعلام بتاعتهم يقولك الإجراءات اللي أنتو بتعملوها في مصر أعلى من الإجراءات اللي إحنا بنعملها عندنا وإحنا جيين لكم تمام هل ده نتكلم من ستة شهور الغرداء كانت شكلها إيه ونتكلم على النهاردة أصبحنا إيه هل أكيد نتكلم أصبحنا إيه علشان خاطر الناس تعرف بس برح نتكلم إن إحنا كان عندنا فعلا أخطاء ولكن بنحاول نعالجها عشان برضا نعرف المواطن ونعرف المشاهد أنا بتمن المواطن إنه ما هو قادم أجمل بكتير وكل يوم التحسن بيزيد أجمل بكتير مما سبق إحنا عادنا سنين طويلة يا فندم كنا عشان أجل حضرتك هنا في البرنامج وأنا جاي من مصر الجديدة متهيالي الله يسلمك كنت باخد وقت قد إيه النهاردة المشوار بياخد وقت قد إيه هذه الطرق نعم أكيد الكهرباء نعم المزارع السماكية الكهرباء يا فندم إحنا جبنا الكهرباء يا فندم الناس كانت متعشمة إن الكهرباء تنزل شوية في ظل كورونا سمعه ما حصلش أي زيادات حصل زيادات على كله الناس متعشمة تنزل يعني زي كل الحاجات مثلا سؤال لما كل حاجة تنزل يا فندم تظل الأزمة اللي إحنا فيها بظل الأزمة هي الدولة اللي عبارة عن مين؟ يعني هل الدخل بتاع المواطن زياد ما زيادش لكن هو تأثر حقيقة عايزة معني اتفضل يا فندم أكيد طبعا أنا جايب معليك عشان أنت لتوضح الصورة للمشاهد مش أنا نفسي أوضح له الصورة اتفضل يا فندم عامل بالبرنامج يخلص اتفضل هو الدولة دي هي مين؟ مش حضرتك وإحنا ودستور بينظم العلاقة بيننا وحكومة بيتم اختيارها علشان تدير تمام طيب لما الدولة تخسر في 3 شهور 130 مليار جنيه تخسر إرادتها 130 مليار نتيجة إيه؟ نتيجة تأجيل الدرايب نتيجة إعفاء الناس من الديون نتيجة شالوا مستثمرين كتير من موضوع الآي سكور علشان يقدر ينتج ويرجع باني قطاع السياحة لما تيجي الحكومة وزارة المالية تضمن قطاع السياحة في بعض القروض الميسرة وزارة المالية حكومة بتضمن قطاع خاص دي أول مرة بتحصل في التاريخ وعمرنا ما شفناها أنا في المهنة من سنة 74 لم أراها في حياتي إلى اليوم لما تيجي وزارة المالية تضمن قطاع السياحة علشان يبدأ في الحركة مرة أخرى ولسه كنا بنقول أهمية السياحة الاقتصاد القومي بيدر دخل قد إيه؟ معدلات البطالة يعني تشغيل العمالة في مجال السياحة شكله إيه؟ لما بنجي نتكلم على إن هو بيشغل جنبه فوق الثمانين صناعة أخرى سواء زراعية أو صناعية كل ده مش اهتمام من الدولة بس الدولة كمان تيجيب منين؟ الدولة لم ترفع أسعار الدولة وكان قرار حكيم من الدولة وعلى رأسه كان القرار بتاع السيد رئيس الجمهورية لما وزارة الكارابع حبت ترفع الأسعار ترفع تسعتاشر في المية يعني إزاي إحنا بنطالب ليس على المواطن المواطن الكارابع المنزلية ترفعت على التجاري الكارابع المنزلية طلع قرار بإن ما يا فندم ما عليك إحنا في منظومة واحدة في سفينة واحدة هو أنت لما ترفع النهاردة على التاجر أو على المصنع يعني الردي بيعمل إيه؟ بيغلي السعر بتاع المنتج بتاعه يبقى مني اللي تأثر في النهاية؟ المواطن وحصل زيادات قد إيه في المعاشات يا فندم؟ من كم يوم؟ أكيد أكيد طبعا حصل ولكن برضي شعب المواطن شعب بقير ومحتاج أفتر من كده بكتير أرجو سيادتك العزيه برضو مقولة مش سليمة هذا الشعب غني جدا عارف بإيه سيادتك؟ عارف بإيه؟ بنفسه عارف بإيه؟ عارف إحنا دايما في العلم فقير يا معالي الوزير يعني ضربونا اللي قال لو سيادتك بتصدفني أنتم الفقراء إلى الله لا يفسها تاني مش معنى فقير إن الإنسان يعني فقير لا طبعا المسلم غني طب حقيقة؟ ولكن فقير إلى الله طيب عشان ما ندخلش الاتنين في بعض وفقير إلى الله كل العالم فقراء إلى الله نعم أكيد نعم إحنا نتكلم بنقول إن إحنا غيرنا لما بنجي نتكلم على العامل البشري ما بنجي نقول عليه عامل البشري نقول عليه الصروة البشرية نعم أكيد لأن فعلا صروة بتقدر بمليارات ويمكن وجود هذه الصروة البشرية عدم استغلالها أدى بينا ل يعني ظروف كلنا كنا بنمر بيها أنا عاوز أستاذ محمعليك معنا تليفون الأستاذ علاء من الشرقية مرحة أهلا سهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا اتفضل حضرتك أهلا من الشرقية ما هو صار إحنا عاوزين بس اهتمام بس يعني من الشرقين برضه بأصار آآ صار الحجر تعرف بأصار الحجر كلكم عارفين إن صار الحجر أعدم مدينة آآ في التاريخ كمان تمام والدول اللي بدأت تهتم بها من فترة عاوزيني تبقى أكتر وتججيع السياحة ومعرفة الناس بإبصال الحجر وبقيم إبصال الحجر لأنها هي تاريخ من تاريخ مصر تمام السؤال يعني عاوزيني السؤال بتاعت السؤال أه حضرتك سؤالك أو استفسارك لأ هل ما تمش اهتمام بإصال الحجر في فترة الأخيرة لا لا هو تم اهتمام بس إحنا عاوزين دعاية لأصار الحجر يا فندس دعاية يا فندس بإصال الحجر تمام دعاية لأصار الحجر للتياحة تمام تمام أنا بشكر حضرتك أستاذ علاء لسبب لأنك أنت وجهت سؤال يعني حتنيني والأستاذ أحمد موسى برضو بشكرة عمل حلقة كاملة عن صارح حجر بالزبت وتشجيع السياحة بالزبت بحلي عزيز بوبيس مرة صارح حجر برضو زعلاء قال عايزيني اهتمام بيها أكتر يعني هناك اهتمام أكيد نعم عارف سيادتك أن من ضمن الأجندة بتاعتنا يعني أنا بتكلم لوتي على مجلس النواب تمام أن إحنا قعدنا فترة أنا بتكلم على ما قبل نعم عندنا ربنا حابة هذه الدولة بمقاومات غير طبيعية من ضمنها نعم أن ربنا كرم هذه الدولة نعم أن التلات أديان موجودة فيها هذا الفضل نعم النهاردة مصار العائلة المقدسة نعم أن ربنا اختص مصر دون غيرها نعم أن العائلة المقدسة هربا من هيرودوت أنها تيجي تخش نعم من هيرودوت أنها تخش مصر نعم آآ 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 لما كان لما جينا بصينا على خط السير آآ لقينا أنه خط السير مرة جاي من آآ شمال سيناء مرة بالشرقية ويمكن جز علاء زكر تل بسطة تمام غير الأثار الفراعونية تمام في فترة من فترات كان اهتمام الدولة بخمس مناطق فقط من قوام خمسة وعشرين نقطة تمام اللي هي تعتبر المسار كاملا تمام خاص به سيحة الدينية المسيحية تمام الخمسة وعشرين نقطة بتمر في تمن محافظات تمام من ضمنهم محافظة الشرقية مرن بالغربية وخلافه وكفر الشيخ ونزولا إلى ودي بنطرون ثم إلى لغاية لما بنوصل لدير المحرق ودرونكا والأماكن في السعيد تمام النهاردة بمنتهى الأمانة وأنا من هنا بقى حي وزارة تنمية المحلية على المجهود الرائع والتفاهم الغير مسبوك إن احنا بدأ من نشتغل في خمس نقاط فقط اللي هي الخمس نقاط اللي العمار حواليها واللي هي مشهورة تمام فتخيل عندك كتاب من خمسة وعشرين فصل أخدت خمس فصول أريطو فصول بس نعم خلاص لما أنت ما استفدتش حاجة برافو لكن الهجب أن نقرأه كله إيه رأي سيادتك النهاردة تم التوافق وعلى قدم وصاق الخمسة وعشرين نقطة بكامل النقاط بيتم الشغل عليهم من ضمنهم الشرقية وأنا بطمن علاق به إن إن شاء الله قريبا بس برضو موضوع الكورونا أخرنا ليه؟ لأن نزول الناس إلى مواقع العمل طبعا حيك عارف إنه ده شغل شاق إنه منه بقى تنمية محلية منه سياحة منه أثار منه سياحة دينية اللي هي في ظل الظروف اللي إحنا فيها عندنا نمطين من السياحة لو استطعنا إن إحنا نستغل لهم ولا يفرق معنا حروب ولا يفرق معنا أي نوع من المحلية طبعا بما إنك بقى ذكرت يعني التنمية المحلية المجالس المحلية وإحنا عارفين إن طبعا السياحة وزارة السياحة لها اختصاصات والمحليات لها اختصاصيات الشواطئ وعاوزين نقول إن الشواطئ بالنسبة لبعض المحافظات هي شرياني الحياة وقدي إيه الناس اتأثرت بغلق الشواطئ إحنا عاوزين نطالب معاليك إن إحنا زي ما فتحنا السياحة الخارجية والسياحة الداخلية كمان عاوزين نفتح الشواطئ والمصايف ترفيها نعي الناس ونفتحه بضوابط وبشروط لكن ما ينفعش نفتح حاجة ونسيب حاجة ينفع يا فنديم؟ أولا علشان برضو نحط الحاجة في نصابها الصحيح إحنا ما فتحناش السياحة بكامل طاقتها إحنا فتحنا السياحة بثلاث مدن ونفتح وبضوابط وبشروط ما أنا بقول سيادتك إحنا أولا فتحنا عشان بس المشاهد يبقى عارف إيه اللي جرى تمام إحنا فتحنا لثلاث محافظات وتعتبر هذه المحافظات هي دي المحافظات اللي يقتصر عليها السياحة الوفيدة تمام المحافظات دي تاني علشان هي دي الأكثر معارفة بيها السياحة عارفة هي محافظة جنوب سيناء متمثلة في شرم الشيخ تمام وعشان كده احنا بنزق شوية موضوع طابة نويبة علشان برضو تبيه الحرفة بيها البحر الأحمر البحر الأحمر متمثلة في الغردقة متمثلة في الغردقة وإن شاء الله بنحاول بنزق معاها برضو مرسة علم ومرسة مطروح تمام النهاردة الفتح ده تدريجي بمعنى إيه بس نفتح يا فندم ما أنا بقولي سيادتك الفتح يا فندم أي حاجة في الدنيا أنا لما باجي أعمل رسالة الدكتوراه ما باجيش مجرد الفكرة في دماغي بعمل بها الدكتوراه أجيب بعمل بحث أكيد وبشوف إيه المميزات والسلبيات نعم فيه تمهيدي الأول بعد كده الماجستير بعد كده تمهيدي الدكتوراه هل فيه أغلى من صحة البني آدم ما فيش طيب يبقى احنا متفقين إننا لكن ما عليك لتنين مربطين أنا معاك صحة البني آدم وإزاي يجيب الأود بتاعه يعني النهاردة المحافظات اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي هي زي مطروح واسكندرية وبرسعيد والإسماعيلية والسويس اللي هي بالعربي خط السواحل ده كله كويس الناس فيه 8 شهر من غير عمل لأنه هو مصدرها الرئيسي السياح الشواطئ من الإجارات من المحلات من المطاعم من الفنادق فلما يجي قعد 8 شهر ويجي أقفل فين 8 شهر يا فن؟ ما هو أصلا من الشغال اللي في فترة دي بس الصيف عشان المدارس وإحنا الحين ندخلنا يا فندم ما عليش طب حيك أصبر إذا كان يعني هناك من الفطنة والحكمة إن احنا نصبر شوية طب ما احنا فتحنا هو حد كان قالينا نفتح ما احنا فتحنا أولا أنا بتكلم على السياحة لما فتحت فتحت في 15 مايو تدريجي بنسبة 25% كتجربة أنا عاوز أقولي إن كان واجب يا فندم القرار ده يشمل جميع المحافظات اللي موجودة لا مش واجب يا فندم لسبب لأنه من ضمن الواجبات اللي سيادتك لو أنا فتحت جميع المحافظات وحصل عدوى أول ناس هتواجم يعني سيادتك لما القرار أمرنا بفتح المساجد والمطاعم والمقاهو والفنادق فتحناه على مستوى الجمهورية ولا فتحناه على مستوى محافظة واحدة على كذا لأ بجب لا فتحناه على مستوى ما حصلش لأ هذك بس أصلح المعلومة احنا فتحناه لمحافظات بعينها مش لكل الناس وفتحناها بنسبة 25% ده مش كل ناس يبقى احنا يا جماعة لو الكلام ده صحيح يبقى احنا بنطالب بفتح جميع المحافظات علشان كلنا في مركب واحدة يبقى لما يكون في خير يبقى الخير يعمع كل ولكن نفتح بضوابط وبشروط وبالتزام فضل معنا لا خلافة فان اكيد طبعا احنا كلنا طبعا مفيش عندنا خلاف الماركب تمشي حلو قوي سيادتك ابنك لما تحب تخليه تخرجه بقى دكتور وهو لسه في سنة أولى ابتدائي هتخليه بقى دكتور على طول ولا بتاخده مرحلة اكيد احبار مرحلة عندنا بقى صحة البني آدم انا معرضه التجربة بتاعتي بتثبت انه لما حصل في فترة ما بعد عشان من نسيم والناس حصل انهم اجتموا مع بعض فترة ما قبل رمضان سيادتك شفت الارقام علي تقديه تمام تمام لكن عاوز اقول لي يا فاندي ان ده بردك يعتبر عشان الرقابة كانت ضعيفة ماذا مفروض نهاردة عشان بابتحي يبقى عندي رقابة قوية يبقى عندي ضوابط ما احنا سيبنا شفت حدثك التأرير اللي هي من يعني بردك ممكن افتح بردك وبنسبة على 30% يعني انت فتحت مثلا في شرم الشيخ وفي الغرداء 50% لا احنا عاوز ان نفتح وب30% انا كان عندي اقتراح حتى انا عرضتوا على ما عليك انه ممكن استفيد بالمية في المية في الفتح بالنسبة للشواطئ يكون مثلا كل خمس ساعات مجموعة يعني مثلا من الساعة خمسة صباحا للساعة 11 من الساعة 11 لغاية الساعة 4 من 4 لغاية الساعة 9 بحس يبقى مجموآت مجموآت وبرضا يبقى فيه تباعد يعني اللي خلاني عملت تباعد ما بين المصليين مش اعرف اعمل تباعد على الشواطئ اكيد الدولة قوية وقادرة لو هي عاوزة تنفذ القانون يا فندم المصليين الجامع له باب بيتقفل وبرضا يا فندم لا الشاطر رخ برضك ليه باب بيتقفل اتمنى كلام حاضرتك اه اي مكان نهارد انت سيادتك بحكم انك رجل اعلامي ومسؤول ان الكلمة طبعا دي فاتمنى ان الكلام دي يوصى للسادة المسؤولين ومش مسؤول قليل يعني ما عليك يعني رئيس لجنة السياحة يعني طبعا والله ماشيين ووجهة مشرفة ربنا حدي للدولة اكيد يعني احنا ماشيين بنظام مزبوط وعلمي ومتوافق ومتناسق مع التقارير اللي بتجي لنا والتعاون اللي بيننا وبين منظمة الصحة العالمية واحنا مش لوحدنا لان في دول بتبص علينا احنا شفنا الكلام ده حصل في امريكا شفنا الكلام ده حصل في انجلترا لما فاتحوا بعض الشواطئ نسب الاصابة والوفيات علت بشكل غير مسبوك الحمد لله الحمد لله مصر ما زال فيه كنترول على الاعداد ان شاء الله نتمنى مع الاجراءات الاحترازية اللي احنا عاملينها معلش يعني هو يمكن قد يتدرر بعض الناس لفترة احسن ما يتدرر على طول يعني وجع ساعة ولا كل ساعة اكيد اكيد طبعا فانا مقترح حضرتك مقترح محترم وجميل يدرسوا السادة التنفيذيين ونتابع الفكرة ونترحها لو هذه الفكرة استطاع معلش احسن نهار دا ما جيقول له انت هدخلك خمس ساعات ولا ما تخشش خالص هيفضل ايه هقول لك لأ خش الخمس ساعات اتمنى اتمنى ان هو دا يكون رأي المواطن اللي يخش الصبح وما يرداش يخرج او يخرج لأ ما احنا بنقول احنا برضك عاوزين يبقى عندنا ثقافة حبوا لأخيك ما تحبوا لنفسك حلوة اوي لو مرداش يخرج نعمل له ايه لا يا فندم معنى ذلك دا كلمتك دي يا فندم ان انت ما عندكش رقابة يعني انت دولة ضعيفة اجيب له شرطة تخرجه وماله ايه يا فندم وماله واحزبه كمان واحزبه وإذا خالف يا فندم وإذا خالف التعليمات يحرم من دخول الشرط مدة اسبوع إذا خالف التعليمات فين الخانون اللي ينظم دا يا فندم فين الخانون اللي يقيد حرية مواطن مش يقيد يا فندم معلش الضرورات يا فندم احنا الضرورات تعملت فيه الاماكن الخاصة يعني مثلا زي بقول حديث الغردقة بحكم انها هي منطقة لحد ما محكومة فالشواطئ العامة اللي موجودا لسه كنت بسمع انه السيد المحافظ معي اللي هو عمر حنفي كمان بدأ تدريجيا يفتح الشواطئ العامة ليه لانها محكومة لكن لما تيجي النهار تيجي منطقة زي اسكندرية اول ما لحظر تشال حديث شفت الشواطئ والكرنيش في اسكندرية كان شكله ايه ده ما كانش فيه الكمامة يعني الكمامة حتى والناس قعدة مع بعضيها يعني يا فندم يعني انت بتطلب يعني هو بس التقصير في الشواطئ يعني يا فندم النهاردة عندي الكطارات بتتركب وما فيهاش كمامات تمام المترو تمام الاسواق الزحام بقى يا فندم يعني جينا على الشواطئ ده يعتبر يعني حتى كمان ضلمية الملحة يعني بتطهر اي حاجة يعني عاوزين نقول يعني طالما ان انا عاوز اطبق حاجة على حاجة فلزما يكون فيه يعني كله يشملو حمامات السباحة فيها كلور يعني يا فندم عاوزين كل يشمل ذلك حمامات السباحة فيها كلور طب النوادي مقفولة ليه ما احنا عاوزين بقى بص يا فندم احنا يا فندم عاوزين نفتح كله وبضوابطه بشرية احنا ما عندناش اي مانع طالب يا فندم أنا عندي بقى سؤال أخير بس أعوده في ديئة واحدة بس فقط لغير توقعاتك لابتتاح مشروع المتحف المصري الكبير إن شاء الله هيبقى شيء مشرف ووجهة مشرفة لمصر إن شاء الله هو أجل لـ 2021 ويمكن تشاء الأقدار إنه تم تأجيله علشان المنطقة المحيطة كمان رونقها يعني يكون وصل لمراحل متقدمة هذا المتحف هيكون درة العالم إن شاء الله نأمل ذلك أنا بشكر معليك وطبعا بشكر السادة المشاهدين جميعا وطبعا أحب أختم بدعاء جميل أوي لا أراكم الله ظلمة ولا حلت بصدركم غمة ولا طلبتم من الله شيئا إلا أتمة أسأل الله أن يسعدكم ويهنيكم ويحق كل أمانيكم ومن أنهار الجنة يسقيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته